وتقريبا لح تشوفوها بنفس السهولة لانه هو الجزء الصعب اللي اخذناه بالمختبر السابق نفس البروتجار لح نكون ولكن باختلاف بسيط بالادوات ان شاء الله كإنترودكشن بداية طبعا الويت بلاس سيل كونت نفس الويت بلاس سيل اللي هو دائما اللي هيكون سيلز بير مليمتر المكعب النورمال الويت بي سي يتعوح بين خمسة الاف الى دعش الف سيلز بير مليمتر مكعب وهذا تختلف طبعا باختلاف الاج كل ما يكون اصغر كل ما يكون اكثر كل ما يكون اكبر كل ما يكون اقل الويت بي سي count is useful to indicate infections دائما يتنتين indication for infections or may be employed to follow the progress of 13 disease تسمية الويت بي سي بالويت ليس لانه اللون هيكون ويت مثل اللون الابيغ الاعتيالي ولكن لانه تكون transparent شفافة قدر يعني ما بها اي كولار يميزها فنشوفها وتم تسميتها بهذا الاسم هي ليست بيضاء ولكن انها شفافة بدون لون سميت بالويت كولار ودائما تكون الاعداد مالتها تكون اقل من ال الويت بلات سيلز المثود فور دي تكشين وفايت بلات سيل المثود اللي هو المانيوال المثود والاليكترونيك سيل كاونتينج مثل ما بلغناكم انه الاليكترونيك سيل كاونتينج هذا اللي ما يعمل به حاليا المستشفيات هو في المختبرات اما المانيوال المثود اللي هو احنا نركز عليه لانه هو اللي ينطيك الاساسيات الويت بي سي لذلك ننطيلكم على متعرف شون انجلت الويت بي سي وشون الحسبت اما الاليكترونيك هو فقط تخلي المادر الكمبيوتر هو يحسب اللي نحتاجها في عملية البروستجر الخاصة بينا نستخدم اما انتيكواجلنت هول بلاد او كابللاري بلاد طبعا احنا بداخل التجربة احنا ناخد فقط الكابللاري بلاد اللي هو فرون بكتر اوف يور فنجر او فنجر او فنجر او فنجر اما الانتيكواجلنت ممكن نستخدمها اذا كان عندي البيشن ما موجود قريب على الادوات فاحتاج انه اخذ البلاد واخلي الهيبارينايز تيوب واشتغلب واحتين احتاج الى توركس هذا مهم ليش لانه يحتوي على مادتين مهمة اللي هي اللي تعملي الهيمولايسز للار بي سي انا ماحتاج اشوف هنا الار بي سي احتاج فقط اشوف الويت بي سي وقلنا انه ما بيها الوان شفافة لذلك يحتاج الى اكيوس جينشين فويلت على مادتفد تعملي كولر للنيوكلياي وتبين تحت المجهر الويت بي سي بايبيت قريب او مشابه للار بي سي بايبيت ولكن حجمه سيكون اقل اذا تذكرون الستيم اللي موجود عندنا بالار بي سي بايبيت يمتهي لحد الميون داعش بينما هنانا يمتهي لحد داعش وسلم عرف الداعش المين جتي وايضا يحتوي على بيض اهنانا اللي هو مثل خرزة قلنا انه تمييز لنا اياها عن الار بي سي بايبيت وايضا يتفيدنا في عملية المكسيك جامبا والحجم مالتها اش قد الحجم مالتها طلاب البيض احد يعرف الحجم مالتها بالضبط او بوينت فايف فاعتقد كلكم عرفتوها انه او بوينت فايف هو حجم البيض و او بوينت فايف حجم البلد اللي انا لح اخذه بل لذلك لح يكون واحد من اللي حكملها للداعش معناش قد انا نضف التوق سوليوشن داعش ناقص واحد رح يصير اش قد عشرة رح يصير عشرة فاذا اللي حنقول انا اخذت نص بلاد لعشرة مالتوق سوليوشن اذا حولت النص الى واحد رح يصير عندي التوق سوليوشن كأنما انا ما اخذ عشرين فنسبة التخفيف رح يكون عشرين بالمئة فخلو هبعلكم هذا نحتاج ايضا الى هيموسويتوميتر نيوبورتشامبر مثل ما شفتوه السلايد اللي هو يحتوي على التدريجة اللي بيها المربعات اللي على الموضة القياس نحتاج الى مكروسكوب ودائما مكروسكوب مالتنا نحتاج على الانس اللي هي التن مغنيفكيشن ولنستطعت كنتم الوا بالاضافة الى الكوهول والالكوهول مثل ما قلنا انه محتاجه الى سفينتي برسنت من نستخدم اعلى ومن نستخدم اقل البروسجر تقريبا مشابهة للر بي سي بشكل كامل ما عدا الادوات المستخدمة مثل ما قلنا انه نسحب للمنتصف للا دائما شوف الطلاب انه يسرع لهم تقطع هنا بالسحب من تسحب بهاي الجهة ضروري ضروري تسحبها ببطء مو بسرعة على مو اللي يصير عندك ببولز هنا ويصير عندك هذا التقطع وتضطرتها الى التجربة من تاخذه فالشي بطيء لحيصعد الى هنا للنص تمام تمسح الطرف الخارجي وتسحب التوكس سوليوشن لحجم داعش اذا صار اعلى وصل الى هنا تقريبا او وصل الواحد ما عندي ايشكال فقط استخدم قطنة او قطع الشاشة هنا بهاي المكان وابدي شوية شوية اسحب لحيينزل عندك الما يوصل للنص اوقف واسحب وراها التوكس سوليوشن المهم اذا سحبت التوكس سوليوشن ووصلت الى ماركده عش مثل ما قلنا لحيصر عندي نسبة التخفيف واحد الى عشرين ليش؟ لانه هي بالحقيقة نص الى عشرة فاذا صار واحد لحيصير واحد الى عشرين وبصورة هوريزنتل التيوبس انا شفت بعض الطلاب يرجوا لتيوب بيرجة قوية لا رجة خفيفة فقط انسى وأستخدم البقية البقية أنه أخلي السلايد ماتي وأخلي فوقها الكفر سلايد ومن فوق ومن تحت الكفر سلايد فقط أطوخها بزاوية 45 لح يبدى عندي ينتشر المادة تحت الكفر سلايد أخلي دقيقتين على المجهر بعدين أبدي أقيس المغنفيكيشن 10 المغنفيكيشن 10 مثل ما تعلمته بالحساب للRBC دائما الحساب مالتنا لح يكون بهذا الشكل هذا الرسكور طلاب هذا الرسكور أعلى اليمين أعلى اليسار أسفل اليسار وأسفل اليمين أذني أربع أربع على الرسكور هذا الحساب ماتي لح يكون في هذه المواد نشوف الRBC شون لح تظهر هنا تقريبا لح تظهر حاملة صبغة الفويلت فلذلك نشوفها على شكل دارك سبوت دارك سبوت لح نشوفها ما نشوفها مثل الRBC الRBC شفناها بايو كان كيف وشكلها واضح هنا لح نشوفها مثل النقاط السوداء هذا اعتبرها الويت بي سي الحساب ماتي لح يكون بهذا الشكل القراج أبدأ من الأعلى اليسار وثم أروح لليمين وبعدين أنزل وبعدين أروح لليسار أنزل أروح لليمين أي وحدة مثل ما قلنا إليها علاقة بالأبر وبالليفت أحسبها أي وحدة attached يعني مثل هاي عندك الإرادة تشوفها إذا واضحة إذا هذا أحسبها من ضمن السلايد ماتي أما أي وحدة attached بهذا الجهة اللي هو اليمين أو الأسفل أهم له وهذا نطبقها على البقية إن شاء الله للجميع واضح أنه أحسب بهذا المستوى وأيضا أهمل أي سيلز موجودة على اليمين والأسفل وأحسب أي وحدة بالفوق واليسار قرامة حسبنا النمبر باللارج سيكوير فور لارج سيكوير أربع كورونارات أبدأ هنا أنا لازم أعرف السايز مالتها على مود أعرف فشقد أني حسبت بالفيلد الماتي وبعدين أضربه في النسبة التخفيف فالحجم لحيكون واحد مليمتر في واحد في واحد على عشرة في نمبر أوف لارج سيكوير اللي هنا أربعة فلحيكون أربعة على عشرة الواحد نعم واحد على عشرة أو واحد على عشرين واحد على عشرة حسنا نقول لكم ليش هذا صار تمام تمام الواحد مليمتر اللي هو السايد لاين اللي هو طول في العرض تمام واحد مليمتر أما العمق قلنا ثابت للار بي سي و للوايت بي سي هو نفسه اللي هو الواحد على عشرة اللي هو الديبث اللي هو الديبث بتوين كفر سليب وبتوين ذي السلايب واحد على عشرة أما الطول والعرض لحيكون حجم هن واحد مليمتر ون الاربعة اللي هو النامبر أو فلار سيكوير لح تسأل لي ليش احنا أخذنا بالار بي سي واحد على عشرين وليش هنا أخذنا واحد إذا تلاحظون أخذنا من تذكرون هاذا ميديوم سكوير هذا ميديوم 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 هذا ميديوم تذكرونه أي جنين بهذا الميديوم كم كم واحدة السمول سكوير إذا تذكرونه 16 16 بالضبط 16 كل ما الحظم كل سمول سكوير واحد أي شكرا لحمك 1 على 10 لا العفوظ الطول والعرض ماتت 1 على 20 1 على 20 1 على 20 بالضبط 1 على 20 احسب لي من هنا اللي هي نفس حجم هذا الطول والعرض شقد لاح يكون كم سمو سكوير موجود 4 كميديوم سكوير عندنا 5 هنا 1 2 3 4 5 كل واحد يحتوي على 4 بالطول بس كم سمو سكوير صار عندي هنا الطول الواحد من السمو سكوير هو 1 على 20 هاي من التفقين عليها هنا عندك كم واحدة بالطول عندك 1 2 3 4 هذا بالميديوم سكوير 1 4 بروبريها في 5 20 20 20 فصار شقد 20 فمعندك هاي المسافة منها الهنانك كم سمو سكوير 20 اجمع لي 20 مرة واحد على 20 شقد لاح يصير الناتج المقامات متواحدة فقط لاح يصير 20 20 على 20 شقد 1 اللي هي نفس المسافة مين من هنا اللي ها هنا تمام واضح للجميع من مين جئتي هاي المسافة فإذا مسافة اللارسكوير هذا كله ده شوفوه منها الهنانه هذا واحد هذا العرض وعندك الطول هذا أيضا واحد ملي متر فواحد في واحد والعمق هو الثابت اللي هو الواحد على 10 احد عنده بعض سوال عالية واضح للجميع من مين اجا حجمه ليش لانه قلنا احن حجم الوات بي سي لحيكون اكبر من الار بي سي حجم الار بي سي قلنا واحد على 20 واحد على 20 في واحد على 10 في النمبر أوف سمو سكوير احنانا لا لحيكون عندي واحد ملي متر في واحد في العمق اللي هو واحد على 10 هو الثابت في 4 لار شكرا الناتج لحيكون عندي اللي انا اذا اشوفه تحت المايكروسكوب بقوة 10 لح اشوفه 4 على 10 هذا الحجم اللي عندي اذا اريد احوله الى ملي متر مكعب شا سوي؟ احد عنده فكرة اذا اريد احوله اذا اريد احوله اللي عندي اللي هو الاربعة على 10 الى ملي متر مكعب بيش ضربه اللي مقلوبة لحيصير في 10 على 4 اوكي؟ بلضبط فاذن 10 على 4 لحيكون هذا after dilution the sample يعني ورا ما سويت ال dilution لحيكون عندي الحجم ماته 10 على 4 زين هنا انا ما اريد after dilution اريد before dilution فلازم اضرب في dilution factor اللي انا عملته اذا تذكروا اللي هو العشرين ف 10 على 4 في 20 لحيكون الناتج 50 فشيط ال dilution factor ميتين شو العفو؟ ال dilution factor ال dilution factor ميتين ذاكا بالRBC احنا انا انا جد قلنا قلنا 20 شون جدت العشرين قلنا احنا لح نكمل السائل مالتنا الى اجقد نرجع لها انا جد قلنا 11 اه تمام دكتور تمام فاذا يكون نص هنالدعش مين جاي؟ جاي من 10 talk solution وجاي من نص blood ونص bead فاحذف ال bead لانه ثابت هلح يكون نص للعشرة نفس هلح تكون واحد الى عشرين فاذا التخفيف ماتك لعشرين مرة اذا الناتج ماتك هلح يكون ونشقيت M في 50 طبعا هنالطلاب لح يكون ثابتة هاي المعادلة اذا انت كنت حاسب 4 large square فلنفرض انه انت حسبت 3 small square شلح يكون الناتج؟ هو رح يصر عشرة على ثلاثة في عشرين هلح تطع المعادلة تعدلها بالضبط رح يصر عشرة على ثلاثة وتضرب الناتج رح يختلف عندك هناك انا اتقض ما ذكر يدي يطلع يعني بالحاسب بفشي بسيط وكذلك الاثنين للي ما فاتته او بال الار بي سي او مكان حاضر او فشي هذا ال قلنا النيوبورد شامبر وهذا الكفر سلايد يشوف شون نخليه بعض الطلاب شفتهم حطوا بهذا المكان اكو بعضهم حطوا بهذا المكان لا نخليه بالممتصف اهنانة ويكون على الجهتين وبهاي زاوية اهنانة او اهنانة ابدي اخلي القطرة ماتي بزاوية 45 دي شوفون هذا الدي يصير اللي هو القناة الواحد على عشرة اللي هو العمق هذا العمق اللي هو اللي هتنتشر به السيلز والبلد اللي موجود عندي ولح يبين تحت المجهر فأنت الان للميديكال كونسدوريشن شنو اللي حيبين لك اذا صار عندك اختلاف بالوالت بي سي بالنمبر مالته طبعا اذا كانت اكو زيادة بالوالت بي سي نمبر نعتبرها او ما تسمى بمصطلح الليكو سايتوسيس الليكو سايتوسيس هو انكريز النمبر بالوالت بي سي دائما تكون هذه الكوندشن اكور ان انفكشنز طبعا انفكشنز باي باكتيريا دائما تكون او ممكن في بعض الاحيان بالفيروس لح تصعب عندك الوالت بي سي طبعا الوالت بي سي عندكم تتذكرها هي غوائي انواع اللي هي القرانيولوسايت اقرانيولوسايت القرانيولوسايت تتوزح الى ثلاثة اللي هو الميتروفيل بازوفيل والايزونوفيل اما الغرانيولوسايت اللي هي المونو الليمفوسايت اللي هو انكريز بالنمبر بالوالت بي سي في بعض الاحيان تكون فيسيولوجيكا اللي هي تكون سيبلينكتومي 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 من يعرفها اللي هو سيبلينكتومي او بالعربي اللي نسمع اللي هو الطحال اللي هو المترجم او الكبيرة بالعمر او اللي ريد انجدده مثل الار بي سي تروح الناكب السيبليم وتبدي ديستركشن فاذا كان عندي سيبلينكتومي انا استقصلت هذا السيبليم راح نشوف شوي لحيكون عنده زيادة بالوالت بي سي الايتينغ فزيكال اكتيفتي ممكن انه سبب لك زيادة بالوالت بي سي هذا فيزيولوجيكا لحيكون دائما تكون ايضا بالوالت بي سي لفور راحكس اللي عدنا اللي عدنا اللي عدنا اللي عدنا الوالت بي سي دائما منصباح يكون عندك الوالت بي سي النمبر المالتها اعلى من ما هو في الليل او في النسبة الطبيعية العصر او باقي الامور اما Late Afternoon ورا الظهر لحيكون شوية اعلى من الطبيعي لذلك احنا دائما ننصح انه من ناخذ العينة من White PC نخلي ببانا اكو ممكن اكو اختلاف بسيط طبعا قلة مو كلش قليل ناخذ ببانا انه الصباح اذا اخرنا العينة ماتة يكون شوية اقل من الطبيعي اما بالنسبة للAfternoon لحيكون شوية اعلى هذا Physiological ايضا physiological الاخر انه Age related White PC الage related كل ما يكون كبير بالعمر لحيكون ماتة White PC اقل اما اذا كان infant او نيو كورت الWhite PC ماتة لحيكون ازياد من الادلت في بعض الحالات الادلت اللي مثل ما قلنا انه قليل عنده White PC ما لحي ينطينا Lechocytosis اللي هي زيادة بالWhite PC اذا صار عنده infection ليش لانه ما عنده القدرة انه ينطي هاي الWhite PC الاعلى Physiological هو اصلا لاحيكون عنده قليل White PC number بعض الدراجات اللي موجودة عندنا نستخدمها ممكن انه سبب لك increase or degrees بالWhite PC count ما رتدخلكم بيها ولكن بس تعرف انه بعض الدراجات ممكن يزايد لك الWhite PC وبعض الدراجات ممكن استبب لك degrees in the White PC حالا ردنا ايضا نركز عليها اللي هي اللوكيميا اللي هو الماليقلينت ديس او در اوف هيموتوبويتك تيشو اه اصوشياتيب بذين كريز ان ذا نمبر اوف برميتف وات بيسي اللي بلاس سيلز اللي هي تكون الانيشياتشن اللي هي الغير متخصصة الWhite PC الغير متخصصة بالبول مرور لح تزداد عندي وبالتالي لح يصر عندي فيلر بالسيل ماتوريشن على موض الصير عندي هاي الاصناف الستة او السبع بالنسبة الWhite PC دائما تكون unfunctionated وتكون زيادتها عالية بالبون مورو واذا زادت عندي زادت 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 اكثر من الطبيعة ممكن لحشوف ايمنين من البون مورو لح تطلع عندي بالبلاد فهذا حالا من الكنسر من التيومر اللي هي اللوكيميا تقريبا هنا انتهى عندنا المختبر طلاب اتمنى كان مواضح للجميع احد عنده سؤال ممكن ترجع على الصورة او الوحدة والمربعة اعتقد اتوقف الشيرينكون ممكن ترجع على الصورة او الوحدة ممكن ترجع على الصورة او الوحدة تسجل على طريقة الحضور ان شاء الله او كي اخد شي سؤال بسيط من اللي شرحنا احنا اعتقد موجود في الوحدة او كي للجميع ان شاء الله بالتسعة وثلث ينسد الحضور اعتقد موجود في الوحدة اعتقد موجود في الوحدة بس تمنى بس تمنى فات كونسراء وفات كونسراء اتبع اتبع ماذا سواء عليك؟ هذا سبباً على الأسفل اليمنى تمام، هذا شون يا حاسب؟ وانا؟ هذا؟ ايبا، هنا عدم بالضبط أوكي ممكن تحسب اليها هي تبصر أخاصة أن الأول يعني سطرين من يمنى، عمد أعرف شون تتحسب الي واقصة عندك أكثر؟ كبرت الشاشة؟ أين عندك؟ تمام، هسا ما نريد نحسب، نحسب أول شيء واحد، اثنين، ثلاثة شوف هاي الأتاتش ما أحسبها، أحسبها من مرة ثانية من الجهنانة، أوكي؟ نعم نعم، احسب أنا سبب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، اسبب، سبب، تمام، تسعة، عشرة،мотр ماواش، 셋طراش، أ operationalytyج بصور الشاشة؟ 17 18 19 21 22 24 25 27 29 30 30 39 تمام؟ 30 30 30 30 30 31 32 32 33 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 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 37 36 37 37 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 42 40 43 43 44 44 44 45 50 40 40 40 40 40 40 90 21 22 24 25 26 27 25 29 30 32 33 35 36 37 تغير 32. احنا نحسبين نهملها. يعني نحسبهم كلهم وحتى اللي على الخط. اللي ما اتصل هنا نحسبه. واللي ما اتصل هنا نحسبه. اللي ما اتصل هنا. اليسار والاعلى. اليمين والاسفل نهمله. الاعلى واليسار نحسبه. قلنا عمودلة نحسب الشي مارتين. داخل مربع ايضا نتبع نفس الطريقة. عمودلة نحسبه مارتين. شكرا ان يكتر.